السلام عليكم ازايكم اخباركم دي اتمنى تكونوا في افضل صحة واحسن حال فيديو جديد وكمان روتين جديد ودي قرات حلوة جدا وكمان منازل بسيطة شبه بيوتنا كلنا ستات بالفعل ممكن يكون في حاجات مشتركة بيننا وبينهم وممكن كمان يكون في امور شخصية بعيد معانا تماما لكن صدقوني كل الامور اللي ممكن تكون مشتركة بين ست والتانية هي طبعا بقى امور البيت ازاي تنظمي ترقتيبي طبعا كل واحد ممكن يكون عندها كمان مجموعة كده من الافكار والتقوز الخاصة بيها لكن ده ما يمنعش ان كل ست في دول حتى كمان فاصعب الامور المهم طبعا بتحاولي تنظمي وترقتيبي وتنصقي بيتك ازاي ما انت عايزة ومهما اختلاف المكان سواء من بلد اجنابي لبلد عربي الست برضو بتفضل زي ما هي اصعب الامور طبعا في لحظات الولادة الحمل كل الامور اللي ازاي دي تلاقي الست برضو حريصة دايما على شغل بيتها حريصة دايما ان بيتها في نهاية اليوم يكون نظيف وزاي الفل اظنة طبعا دي كلها ممكن تابدوا تفاصيل بسيطة لكن الست الشطرة هي اللي دايما طبعا بتحاول تهتم بالامور اللي ازاي دي نشوف هناك كمان دلوقتي كده برضو اهتمامها بكل حاجة التفاصيل بتاعتها ازاي طبعا لو انت معاك طفل صغير بتحاول تنجزي في شغل البيت قبل البيبي طبعا ما يصحى من النوم ومجرد كمان ما البيبي هتصحى هنشوف ازاي بتمارس حياتها ومعاها طفلة رضيعة في سن صغير جدا يعني طبعا بقى بتحطت ببيبي اللي معاها دي في اي مكانية موجودة اثناء تنظيف غرفة النوم البيبي جنب منها خرجت من الغرفة دي وراحت مكاية هتلاقوا كمان البيبي جنب منها يعني ما بتقدرش ان هي تستغن عنها او بتسيبها طبعا بعيدة عنها خصوصا طبعا في السن الصغير اللي زي ده بتي بي طبعا قلقانة ومتوترة وعايز زي ما مطمنة على سلامة البيبي ان هي الحمد لله كويسة وزي الفل فتيجي تبصي كده دور الام طبعا اللي مش بيخلص ابدا دايما يعني بتفكر في كل حاجة بتفكر هتطبخ ايه هتنظف ازاي بتفكر في اولادها تلاقي كده امور البيت بتاعتها ماشية بكل التفاصيل حوالين منها من غير طبعا توتر او خوف او قلق بل بالعكس طبعا ساعتها بتحسي ان الموضوع اسهل بكتير وطبعا زي ما احنا عارفين ان شغل البيت مش بيخلص كل يوم وراك التزامات زي دي وطبعا زي ما قلتلك بقى حلاوة الستات اللي ممكن تكون عايشة في البلاد دي ان ما شاء الله البيت مستقل لوحدك تيجي تبصي كده الهوى والشمس داخل للك من كل حتة بتقدري طبعا تنظم بيتك بالطريقة اللي انت عايزها بتشكلي فيه حسب ما انت حابة عامة كده تيجي تبصي على شكل البيت وبكل تفاصيله البيت مريح جدا للأعصاب عندك مكان واسع زي ده كده تقدري تنشر فيه براحتك تعودي في نهاية اليوم كده وتستمتعي طبعا بفنجان من القهوات كوباية الشاي بتاعتك المهمة بتقدري تماشي يومك زي ما انت حابة المهمة طبعا كل الامور اللي ممكن تبدو بسيطة بالنسبالك دي ونتفرج على فيديو ممكن كمان تكون مددو صغيرة لكن صدقوني كلنا بينكموا يستمتعين بي بنشوف طبعا القل يعني اسلوب حياة ستات غيرنا ممكن تكون مشتركة وحاجات تانية كتيرة وممكن تكون اكتر بعيدة كمان عن مجتمعاتنا لكن صدقوني يا جماعة في حاجات يعني منحب نتفرج عليها وبنحس بالفعل ان احنا استفدنا منها بنشوف الستات اللي برا ايه طار التكنولوجيا وصل بيهم لحد فين ايه كمان الامكانيات اللي ممكن تبدو بسيطة ومتوضعة وعلى الرجم من ده كله كلنا بنتعلم منها وهمتا طبعا في كده الحالات بنكون مستمتعين وكمان مستفدين بكل مواقف من مواقف اللي بتمر علينا دي طبعا يا جماعة في حاجات ممكن تبدو بالنسبة لمعظم السيدات انها امور عادية او تقليدية وان طبعا كل يوم احنا متحودين على روتينات والنظام والترتيب ده في حياتنا والامور ممكن تبدو بسيطة لكن صدقوني لو كل واحدة فينا مشت كده زي ما بقولوا بمنتهى السلاسة والبساطة وحاول تتنظم بيتك بقدر الامكان تبعدي عن اي توطر تبعدي كمان عن اي ضغوطات في حياتك الموضوع بيكون بسيط وعادي جدا غير طبعا ما يكون الموضوع ماشي بالنسبة لك صعب وغير كمان طبعا ما تيجي تحسبي كل امورك كده تلاقي الموضوع ان انت مش قادرة تنظمي وتنصقي بالصورة لقدامنا وده كمان بيرجع لا ايه معظم السيدات يا جماعة تلاو عندها كده في البيت تفاصيل كتيرة وحاجات ملهاش ستين لازمة بس تسايبها طبعا عندها في البيت اللي بتعلك الملابس القديمة على الجديدة اللي بتحتفظ كمان بمنتجات قديمة على جديدة اللي تيجي تفتحي عندها المطبخ تلاقي كمية بلاستيكات ملهاش عدد ومعظم الحاجات دي ما بتستخدمهاش ابدا لكن لو كنا طبعا كده نبص بقى على الستات اللي احنا منعرضها هتلاقي كل واحدة فيهم سايبة عندها في البيت التفاصيل والامكانيات اللي بتستخدمها فقط يعني لا فيه لا اكتر ولا اقل من كده فتلاقي كده الموضوع ماشي معاها بسيط جدا يعني لا صعب ولا اوفر بقى زي ما بيقولوا والموضوع عادي وكمان بقى لو انت بتحبي كده التغيير في الديكورات كل فترة وكل فترة مثلا كده بقى تجيبي كوشنز جديدة تجيبي ملايات سرير جديدة مفرش جديد يعني تعمل تغييرات حتى لو في القوضة عندك مساحتها مش كبيرة زي ما انت شايفها والمنزل متواضع جدا وزي ما قلتلكو حلاوة المنازل دي ان هي شبه بيوتنا يعني مش المنازل اللي حجمها كبير ولا اوفر بقى ولا فيها الاساس الغالي جدا بل بالعكس الامكانيات المتواضعة اللي موجودة عندنا كلنا وعلى الرجل من ده كله تلاقي استيط دايما كده ديها في البيت باستمرار بتحاول تنظف وتلمع والطهر بحيث طبع يبقى موضوع البيت ككل كده او كل حاجة شاملة فيه شكلها منص دم ونصق اكتر مع النظافة والنظام والترتيب باستمرار وزي ما قلتلكو استيطة الشاطرة هي مش بتستنى ابدا ان ممكن حاجة تترقم عليها تنظيف البيت باستمرار الحمام اول باول فتيجي تدخلي بيتها كده تحس ان راحة الشمس والتعقيم بتاع الهوى داخلين في كل حتا وفي منازل تانية ممكن تدخليها تحس كده ان انت كريتي الدنيا باللي فيها واظن طبعا زي ما بتشوفوا معايا النمازج دي بتشوفوا كمان معايا النمازج دي يعني في كده الحالات صدقوني موجود في مجتمعاتنا كلنا ان الستات او الناس الحريصة دايما ان بيتها يكون في اجمل صورة حتى لو امكانيات البيت متوضعة وناس تانية ممكن يكون عندها او متوفر بالنسبة لها الاموال وان هي تقدر تجدد وتغير لكن تدخلي بيتها تحس ان انت بالضبط كأنك في مجبرة كده بمعنى صح لحبة تعوضي في المكان ده من الريحة ولا شكل البيت وكمان بقى كل حاجة ممكن تكون سعرها غلي جدا متبهدلة ومتضمرة حوالين منك ومش هننكر ابدا اما بيكون مشاء الله حواليك بيت بقى واسع وعندك يعني زي ما بتقوله كده برندة كبيرة بره قدام البيب بلكونة كبيرة تقدري تخسلي بقى فيها سجدك براحتك وتتزباطي حالك زي ما بيقوله بتستغيج المكان ده زي مكان بقى لتكفيف الملابس بتاعتك وتنشري وتعقامي وتزباطي البيت وكل حاجة بالنسبالك بتبقى سهلة وبسيطة جدا يعني امور حياتك بتقدر يتمشيها زي ما انت حبة وطبعا زي ما قلتلكم فيه حاجات وعادات وتقاليد كتيرة ممكن تكون مشتركة بيننا وبينهم وحاجات تانية بالفعل كده اكيد مختلفة برضو لكن ده ما يمنعش ان احنا برضو بنحب دايما نشوف كل جديد عند السيدات اللي زي دي تفاصيل بيتهم شكله استايله ايه الحاجات اللي حلوة مشتركة بيننا وبينهم ايه الحاجات اللي ممكن مختلفة ممكن نطبقها في حياتنا وممكن كمان نباد عنها وبينشوف برضو مجرد دي كورات جديدة عامة يا جماعة الفيديوهات اللي من النوعية دي زي ما بتكون حلوة وجديدة ومختلفة وكمان بتغير عندك حاجات كتيرة زي كمان برضو كده ما تحس ان انت استفدت منها وطلعتي بمعلومة جديدة وكمان صدقوني معظمنا بيحب دايما بقى يشوف الحاجات المختلفة وانا عن نفسي كمان مع كل سيدة من كل مكان مختلف على انحاء العالم كله طبعا شفتوا معنا سيدات اجانب من بلاد مختلفة وسيدات كمان عربيات وسيدات كمان يعني ممكن تكون ثقافتهم قريبة مننا جدا لكن على الرغم من ده كله دايما برضو تحسوا ان كل بلد مميزة في تفاصيل كتيرة فيها حاجات حلوة وحاجات مختلفة فيه امور تانية ممكن تكون متطبقة معنا جدا وحاجات تانية تحسي برضو ان هي بعيد كل البعد عن ثقافتنا العربية لكن ده ما يمنعش ان احنا برضو بنتفرج على فيديو حلو بنخرج منه بمعلومة مفيدة صارتوا النظر طبعا عن السيدات السيد اللي بساها حاجات ممكن بالفعل كده زي ما قلتلكم تكون مختلفة بيننا وبينهم لكن دايما هدفنا او شولنا الشاغل هو بقى طريقتهم في التنظيم والترتيب شكل السيد البيت عندهم الافكار البسيطة ازاي طبعا ممكن تجدد وتعمل فكرة حلوة يعني هي دي الحاجات اللي احنا بلحب نتفرج عليها مساحة البيت الحلوة جدا اللي بتسمح بدخول الشمس والهوى كده حاجات اللي عجبتني جدا في السيدات اللي زي دول مساحة البيت اللي ممكن كمان تكون اصغر من الجنينة او المساحة اللي موجودة برا وزي ما شفنا كده الارض متبلطة من برا تقدر تخسي سجادك تطهر البيت تعودي برا تعمل استراحة حلوة اكلك وشربك ممكن كمان يكون برا في مكان زي ده وتحافظ عن ضافة بيتك من جوة وتلاقي الست من دول شغالة كده بالميا والصابون والرغاوي ومزبطة نفسها كويس قوي فتيجي ببصي الموضوع بيكون ماشي معاكي ميت فل وعشرة والنتيجة كمان اظن مفيش اجمل ولا احلى من كده شغل مظبوط والنتيجة كمان كويسة وكل حاجة معانا يعني اظن حاجة تفتح النفس وعالرغب من ده كله بانوتتها الصغيرة مش بتفريعها ابدا راح اي مكان اخدها معاها عشان كمان تكون بتطمنة واظن كلنا كامهات عمال الخطوات اللي زي دي بتنظفي الغرفة الصغيرة اخده ولادك الصغيرين معاكي خايفة طبعا وقال انا عليهم يعني في السن ده زي ما بيكون انت يقال انا بتكوني كمان في نفس الوقت خايفة لقدر ليحصل اي حاجة تتحرك من السرير بتاعها ما تبقيش شايفاها ما تبقيش وقت بالك حتى ممكن اثناء دخولك المطبخ اخد البيبي حطها جمع منك يعني تفاصيل بسيطة زي دي لكن صدقيني مجرد بنعملها بتفرق جدا معاها والصراحة كمان بقى كده من المواقف واللحظات اللي انا بحبها هي بقى كده اللحظات اللي زي دي الشمس طالعة وتقدري بقى تنشري الملابس بتاعتك حل وتعودي في نهاية اليوم تفطري تتحشي تتغدي زي ما انت عايزة وطبعا زي ما قلتلكو البيبي مش بتفريقها في اي مكان ممكن تروحو عشان كده اتمنى من كل قلبي ان فيديو النهاردة يكون عجبكم بكل افكار ولو عجبكم الفيديو طبعا هستنى اكيد لايقاتكم الحلوة وحمسكم واشتراكم معايا عشان ابيهركم بكل جديد وشوفكم بازن الله على خير في الفيديوهات الجاية ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة